منتخب السعودي، الأمل والحلم بداية بفوز عبقري وتاريخي على المنتخب الأرجنتين مش قادرين نتخيل أن المنتخب السعودي ممكن يودع من الدور الأول ما ينفعش، يعني بعد اللي عملوا قدام الأرجنتين ده ما ينفعش نفسياً ومعنواياً وفنان وجيل الزهب ده وجيل الرائع ده ومدرب كبير نخرج من دور المجموعات بس المواجهة برضو مستهلة قدام المكسيك بصة كريم، الموقف ده موقف مشابه للي حصل للمنتخب السعودي في كاس العالم 94 في كاس العالم 94 المنتخب السعودي واجب في المباراة الأولى المنتخب الهولندي وخزر أمر منطقي ثم فاز على المنتخب المغربي وكانت أمامه مباراة مصري أمام من؟ أمام المنتخب البلجيكي والهدف التاريخي اللي سعيد العويران هدف عكس الطاقعات وعكس السير أنك تفوز على منتخب عربي يفوز على منتخب عربي أمر وارد منتخب السعودي فاز على منتخب المغربي لكن في النهاية في مباراة كان الجميع انتظر تأهل المنتخب البلجيكي فاز المنتخب السعودي بهدف للاشئ وصعد متصدراً للمجموعة بهدف تاريخي لسعيد العيران ليه لأ ما يفزوش على المنتخب المكسيكي في المقابل المنتخب المكسيكي في وجود تاتا مارتينو ودير فني أرجنتيني متحفز بشدة منتخب محلي منتخب المكسيك مرة من المرات النادرة عدد اللاعبين اللي بلعبو في أوروبا في اللاينة بالأساسي اتنين لعيبة خوردادو في ريال بيتيس ولوزانو في نابلي بتكلم على اتنين لعيبة موجودين في المنتخب المكسيكي بس بلعبو في أوروبا هل ده معنى انه لعباء اللي بقين قلالين؟ لا طبعاً قدموا مباراة كبيرة جداً أمام المنتخب البولندي قدموا مباراة قوية جداً أمام المنتخب الأرزنتيني لولا الخسارة بآخر عشر دايق بهدفي ميسي وإنزو فرناندز فلا المنتخب المكسيكي واجب على المنتخب السعودي يحتراموا بشد والنقاط المهمة جداً لازم يأخذ باله منها أن التعادل قد لا يكون كافي لسعود المنتخب السعودي ما يميز المنتخب المكسيكي ومدرب منتخب مع تاتا مارتينو ممئيز جداً دفاعياً استقبل فقط هدفين أمام المنتخب الأرزنتيني في المباراة قول لم يستقبل أهداف أمام المنتخب البولندي حتى لقاء منتخب عقيم تهدفية ده مش معناه أنه ما عندهوش لعيبة مميزة جداً زرق الخمينيز على البينش فيجا في التشكيل الأساسي لوزانو موجود ومنتخب المكسيكي لازال عنده حظوص فهو بيأمل بالفوز على أمل أنه المنتخب الأرجنتيني يفوز أو خسارة المنتخب الأرجنتيني ويتأهل مع المنتخب البولندي فالمنتخب المكسيكي عنده حظوص والمباراة صعبة جداً على المنتخب السعودي لا تمنى التوفيق منتخب السعودي الهزة اللي كانت موجودة على صعيد الدفاع في الربع ساعة الأخيرة تحديداً من عبدالله الملكي أعتقد أن قد تكون عودة حسن التباكت اللي كان عنده بعض المشاكل العضلية في مباراة بولندا تعيد تاني واحد من النجوم بالمنازل كان فرق عماطش مع بعض يا كريم حسن التباكت واحد من النجوم اللي أنا كنت منباهر بأداية أمام المنتخب الأرجنتين أتمنى أن تكون عودته عودة للانضباط على صعيد الخط الدفاع للمنتخب السعودي وليه لا ما يكررات سالم الدوسري أو الشهراني أو الشهري أو أي حد من النجوم المنتخب السعودي بهدف قد يحمل سعود تاريخي آخر بعد مونديال 24